اشتركوا في القناة كما قلنا فالقنوات المفضلة لها اهمية كبيرة جدا فعندما نقوم بوضع قناة نفضلها عن القنوات الاخرى في قائمة القنوات المفضلة نكون قد ازلنا علينا مشقة البحث عن تلك القناة كل يوم وايضا يسهل علينا العثور على القناة من جديد حتى وان تم تغيير اسمها باسم اخر من طرف مدراء القناة كان هذا تقديم بسيط حول اهمية تفضيل القنوات والان ننتقل الى شرح الطريقة اولا نقوم بالضغط على زر اظهار الاعدادات في الريموت كونترول ثم نتوجه الى هذه الصورة صورة التلفاز والتي ترمز الى القنوات ثم نتجه الى الجهة اليمنى بالضغط على السهم المتجه الى تلك الجهة في الريموت كونترول ثم نضغط على قائمة القنوات المفضلة وكما تشاهدون في هذه القائمة امامكم نلاحظ هذه العين الصغيرة هنا والتي تعني هذه القنوات هي جميع القنوات المتواجدة في الريسيفر وهذه الارقام هنا من واحد الى ثمانية كما تشاهدون في الاعلى تعني ارقام لائحة الاسماء لتفضيل القنوات على سبيل المثال رقم واحد يعني القنوات الاخبارية المفضلة رقم اثنان قنوات الاطفال رقم ثلاثة قنوات السينما وهكذا في جميع الارقام الاخرى على سبيل المثال نقوم باختيار قناة فرونس فانتكات من ضمن القنوات الاخبارية المفضلة نضغط على رقم واحد لاختيارها وكما تشاهدون تم وضع هذه العلامة امام القناة التي تدل على ان القناة تم اختيارها ثم نبحث عن قناة للاطفال ونضعها ضمن القنوات المفضلة لدى الاطفال على سبيل المثال نختار طيور بيبي ثم نضغط على رقم اثنان لاختيارها نكتفي بهذين البثالين وهكذا مع جميع اللوائح الاخرى المتبقية يمكنكم وضع ما شئتم من القنوات في كل لائحة من هذه اللوائح والان لحفظ هذه الاعدادات التي قمنا بها نضغط على هذا الزر الذي يحمل اسم اكزايت في الريموت كونترول بعدها تأتينا هذه الرسالة التأكيدية لحفظ المعلومات ثم نضغط على نعم ولإظهار القنوات المفضلة من جديد نضغط على هذا الزر في الريموت الذي يكون مكتوب عليه ثلاث احرف F A V وكما تشاهدون هذه هي اللوائح التي قمنا باعدادها نضغط على نيوز وكما تشاهدون هذه هي قناة فرونس فاند كاب التي قمنا بتفضيلها من ضمن القنوات الإخبارية المفضلة أيضا نقوم بالضغط على تشيلد هذه أيضا هي القناة التي قمنا بتفضيلها ضمن القنوات المفضلة لدى الأدفال فكما رأيتم فعملية تفضيل القنوات هي سهلة لكن لمن وجد مشكلة في عملية التفضيل في الريسيفرات الأخرى فليراسلني إن شاء الله سأساعده لإيجاد الحل بإذن الله والآن وصلنا لنهاية هذه الحلقة لمن أعجبه هذا الدرس فليقدر مجهوداتنا بالاشتراك في القناة وأيضا المرجو عدم نسيان زر الجرس من أجل التوصل بكل جديد دمتم في حفظ الله ورعايته